السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال ما تنسوش اللايك والشير فضلا وليس أمرا علشان خاطر الفيديو ده يتوغل وينتشر فيه ربوع اليوم أنا النهاردة بصراحة رأبتي قد السمسمة قد رجل النملة أحد اللي تيبرات الكبار اللي قاعدت تمجد في قناتها وتحتفل أنها حصلت على 350 ألف فنز وهو فيك يعني إيه فيك يعني مشري أو معمول هدايا لأن المستحيل يبقى حد عنده 352 ألف فنز ويبقى نسبة المشاهدة عنده 20 أو 30 أو 15 أو 10 يبقى الفنز ده هو وهمي فنز فيك مشري بالفلوس المهم أن هي بتقول أن سبب أن الفنز بتاعها ده ما عندهاش مشاهدة أنها بتدي بلوكات لا ما تديش بلوكات تدي بلوكات ليه المهم النهاردة قالت لك أن أنا جالي هدية فيلة وصيارة ودهب وألماز وزمرد وياقوت أنت داخل مغارة علي بابا اليوتيوبرات دلوقتي ما بيفكأ اليوتيوبرات الكبيرة القنوات الكبيرة دخل اليوتيوب النهاردة لا علشان محتوى ولا علشان رسالة يقدموها ولا أي هدف ولكن بفض النظر عن الأرباح الطائلة اللي بتيجي لليوتيوبر لما نيجي نقول 60 مليون مشاهدة يعني أنت بتتكلم أقل حاجة على 100 ألف يورو 100 ألف يورو يعني بتتكلم على 2 مليون جين في قناة واحدة لكن ده لا يكفي النهاردة دخلين إزاي نقلب إخواتنا في الخليج لما بيخفوا نبدأوا نعملوا استشعار عن بعض ويبدأ الإخراج اللي في الدماغ والتأليف لأن اليوتيوبرات بقوا مبدعين معلش محدش يزعل مني في النصب والإحتيال يعني إيه عم عدل في النصب والإحتيال أي يوتيوبر ناجح وعنده مشاهدة كبيرة جدا عنده خيال واسع قوي بيحلم بينام بيشرف فنجان القهوة أو الكبيت الحليم إزاي هعمل فيديو إزاي هقول إن أنا حطلق إزاي أقول إن أنا حروح يعني الكلام الحاجات اللي أنتوا عارفينها دي دي مخدة دي مش عارف إيه لا فيه بقى يوتيوبرات تقولك عايز أقلب بقى إجيوب إخواتنا في الخليج على أساس إنه هم ناس طيبين خيرين وبيصدقوا المصريين وأيها السري في دول الخليج ما عندكمش حد فقرة بلاش اللي عايز يهدي حد زي ما بنشوف برضو كده يهدي بهذه المبالغ الطائلة التي تصل إلى ملايين الجنيهات وهل أهدي حد قاعد في فرنسا بلد الجمال والسحر والموضة والبرفان تهدي مين ما تشوفوا الناس الأرامل أو الناس اللي بيعملوا أيتام ولا كده ولا حالات صعبة جدا عندكم ويمكن موجودين أيضا في مصر ليه الهدف أو ليه بتخلي اليوتيوبر يسرح ومعليش في الكلام يقلبك وهل يا صح من اليوتيوبر دي تسيق لأولاد جزها وتقول ده أنا ببعت لهم مساعدة شهرية وماليش دعوة بللي بيبعته أبوهم لهم قد إيه إيه يا جماعة إيه يا جماعة فيه حد يقبل هذا الكلام فيه حد يقبل يعني معقولة راجل قاعد في فرنسا مش قادر يكفي احتياجات بناته يقولك لا أصل طب ممكن اتصل بيها احنا شعرفنا ديها ان ديها أم بدر أو أم عبدالله أو أم طلال أو أم نايف أو أم عدنان أنا الحمد لله ما عنديش غير أم حسين وشفت حسين ابنها أغلب من الغلب وأطيب من الطيبة الحمد لله لحد يقولها لعدي أم عدن ولم طلال ولم عبدالله ولم بدر ده الموضوع بقى ايه مش موضوع عمرة ده احنا وهي ده بتحلم اليوتيوبر بتحلم بتقولك ما فيش أميرة ما فيش مرات أمير ما فيش حد من الأسرة ما فيش حد من الأسرياء يديني فيلة مثلا بتلاتة أربعة مليون ريال ولا خمسة مليون ريال يا في الرياض يا في دبي أو في أبوظابيا حتى أو في الشارقة في أي مكان صحرا كان أو بوستاد ايه جماعة اللي بيحصل ده انتو مصدقين طب وده مش حرام لما يتقال وايه في فايدة المتابع استفاد ايه من هذا الفيديو هفترض ان أنا سيدة غلبانة بتتفرج على هذا الفيديو لما تشوف الألماظ والدهب والزبرد واليقوت والمرجان والعمرة والحج والفلل والسيارات الفارهة البي امي ده بلول فئة التالتة والربعة والسبعة والمرشيدس ايه ده تعمل ايه تعمل ايه وظهرها جالوها شاشة عظام من ركوب التوك توك تعمل ايه وهي لما بتركب التوك توك بتتعب نفسيا كمان قاعدة تسمح أنا مش متخيل ان يصل تفكير اليوتيوبرات النهاردة الى تقليب المتابعين هو ده قبل كده شحتنا بهذا الرجل العجوز الذي بلغ من العمر العوتية وبلغت 98 سنة راجل بيقبط 1750 يورو شهريا هل الحكومة الفرنسية اللي انتو مجدتو في الحضارة الغربية عن الحضارة الحضارة اللي احنا فيها ومعجبتكمش وقلتو انظروا الى هذه الحضارة والى نظافة فرنسا وباريس وبردو وسان تتيان وانظروا الى فرنسا ايها العرب قلتو هذا الكلام هل هذه الدولة لا تعتني بكبار السن هل اولاده اسرياء فرنسا اغنى اغنياء فرنسا يرموا ابوهم هذا الكهل الطاعن في العمر 98 سنة كده ما تقولوا ان الحكاية بتقول ايه وبعظمة لسنها قالت انه اولاده من اغنى اغنياء فرنسا طب ايه راجل معاشه الف سبعمية وخمسين يورو بلغة الارقام بتتكلم على تمانية وتلاتين الف جيني مصري بلغة الارقام بتتكلم على ربعمية خمسة وتمانين الف جيني سنويا على شخص له جسم ولا حاجة اقول لكم زاتونة واحدة تكفيه بحتى قد كده بنص معلقة عسل تكفيه كوباية حليب تكفيه اسبوع هيشرب ايه ولا هيكل ايه هيكل ايه ولا هيشرب ايه هيكل ايه بس وعمل صورته كده اللي اتنين عاملين ايديهم كده الايديهم دي مفتوحة المية ما هي مش لام حسين ما هم حسين ربعة والتقرس منها ما فيش حاجة خالص على البيض انما ام بدر وام عبد الله وام طلال وام نايف وام عدنال وانت يا ام بدر شايفة ان هذه اليوتيوبر تستاهل انك تطلعيها عمرة واتطلعي بنتها عمرة ونفسك تطلعي مش عارف حماتها او هي اللي عايزة تطلع حماتها عمرة وتشتري لها فلة وتشتري لها سيارة وتشتري لها الالماص وتشتري المجوهرات وتصفي هذا الرجل الطاعن في العمر الغلبان المسكين لا مش غلبان ولا مسكين غلبان ايه ومسكين ايه دوري على الغلبة والمساكين في بلدك في الرياض دوري على الغلبة والمساكين من المتواجدين في المملكة هتلاقي كتير من الغلبة وقتين من المساكين حتى لو هم مش من المملكة العربية السعودية هتلاقيهم من افغانستان وباكستان ومن الهند هتلاقي ناس كتيرة او ضحة صعبة جدا ليه كده ليه احنا نهين نفسنا ليه انتوا تخلوا المصريين رقبتهم قد السمسمة ليه تخلوا المصريين رقبتهم قد رجل النملة تسول انا اعرف واحدة ظروفها تعبانة ارملة عندها تلات اربع اولاد وزوجها ما قامش باعباء الحياة او متوفي او مريض دي تحتاج المساعدة ولكن ليس بالفضايح تحتاج المساندة وقناتها سفر بتجبر بعين مشاهدة ولا خمسين مشاهدة وما عندهاش اساسا قناة دي اللي تستحق الدعم المادي والمعنوي والادبي يعني ان ناس ترفحها تعلها في المنتدى ناس ترسل لها اي حاجة تستاهل في تربية اولادها اذا كان عندها حالات في حالات كتير في سيدات مرضى وتعبانين جدا في حالات صعبة جدا في اليوتيوب لكن مش الناس اللي قاعدة كل يوم بيقول لك ما باكلش غير لحمة وسمك على فكرة يعني عشان صحيا ما ينفعش ان انا اكل لحمة يعني انا باكل مرة في الاسبوع او مرة كل 15 يوم حتة لحمة صغيرة يعني فبيقول لك جوزي بيأكل عايز كل يوم سمك طب راجل بيأكل كل يوم سمك يا مبادر وكل يوم لحمة واحنا بنشوفه اكله فرنساوي قد كده اتنين كيلو نص ولا تلاتة كيلو بيضربوها فين ناس ما فيش غربة تطصاية والشيط بتنجال تاني يوم تلاقي لحمة ولحمة لحمة ما فيهاش حتة دهنة وسمك من اللي هو كده جنبري ومياس واروس سمك من ابو اللي في مصر بمئتين جين وثلاثمائت جين هل دولا تيستاهلوا هل اليوتيوبرات اللي عندها مشاهدة تلاتين ألف واربعين ألف وخمسين ألف وستين ألف تستاهل هل اليوتيوبر اللي عنده قناه واثنين وثلاثة يستاهل هل اليوتيوبر اللي قاعد في فرنسا بقاله 18 سنة يستاهل ان حد يدعمه ماديا أو يبعث له هدايا هل هذا الشاب القوي العتي العفي يستاهل حد يدعمهم يا أخوانا قولونا يا أخوانا أنا هقولك حاجة يا مبادر دي حاجة والله الله يساعد لكم بالحال طب هل أنتم صدقين موضوع المبادر هل أنتم صدقين المبادر والذي وحدة جزائرية مغربية أي مصرية وعملة هذه اللهجة حيات الله ما أنا ممكن تكلم لبناني شو بتريدي يا زلمي شو بتريدي يا محسين حيات الله اللي ما بدي أحلم احنا ممكن برضه ما المصر يقدر يغير اللهجة ويعمل وحاجة أنا خلاص قررت لا لسه القرار مش هعلل عنه دلوقتي هخلي القرار لما أشوف العمرة وأشوف الفلة القصر المنيف مش هعرفين القصر هايبقى في الرياض ولا في جدة في عروس البحر الأحمر والعربية البيئم ده ده اللي واحدة تبقى فين والفلوس والألماظ والزمرض أنا أنا مش عايزة أفل الفيديو بس ده ما حيبقى حاجة صعبة جدا أنا أنا عارف إن الفيديو ده مش هيجيب مشاهدة عشان تبقى فاهميه بس أنا بحطه لو واحد يستفد منه إخواتنا العرب إخواتنا العرب اللي بيتعملوا ده غلط والله ما بعصيكم والله ولا فيه سواب والله ما هتاخدوا سواب والله هتتحزبوا به والله هتتحزبوا به يوم الأيام إن انتوا طلحتوا أموالكم لناس لا تستحق هو هو يعني يلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته